اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناة الحرية في كل مكان في العالم وحلقة جديدة من برنامج الطبيب في الحقيقة جايين لحضراتكم النهاردة نتيجة لانه كتير جدا من حضراتكم بالذات اللي موجودين في مصر والشرق الاوسط واوروبا طلبوا مننا ان احنا نغير معاد البرنامج من ان هو يكون بس بيتعرض الساعة 6 مساء بتوخيد كاليفورنيا في الوقت دوت بيبقى اغلب الناس في الشرق الاوسط وفي اوروبا نايمين وبيقولوا يعني ان الناس في امريكا على وعي كبير جدا صحيا وعندهم الكل الامكانيات اللي تقدر تساعدهم ان هما يقدر يعرفوا اكتر لكن احنا في الشرق الاوسط محتاجين ان احنا نكون يعني بنشوف البرنامج لايفي بعندنا فرصة للمداخلات وغيره وعشان كده انا بشجع حضراتكم لاي حد عنده اسئلة ان هو ممكن يتواصل معانا من خلال التليفونات بتاعة القناة اللي بتظهر على الجانب الايصر من الشاشة بطريقة متواصلة على الفايبر والواتس ااب او عن طريق ان هما بيتصلوا بيعني يبعتولنا زي اسئلة على الفايبر والواتس ااب بالرسائل على الفيسبوك على اليوتيوب وسعداء ان احنا نكون بنرد على يعني اذا ما كانش كل الاسئلة على المعظمها والنهارده في الحقيقة يعني حلقتنا هتكون مخصصة للاجابة على اكتر عشر اسئلة وصلت لينا اكتر عشر اسئلة لقينا كمان بصورة عامة ان هي الاسئلة اللي الناس بتسألها يمكن دي تكون اخر حلقة الى الان بحسب الترتيب بتاعنا اللي هنتكلم فيها بس عن كوفيد 19 او فيروس الكورونا المستحدث والسبب في كده ان احنا عايزين يعني نكون بنقش موضوعات تانية كتير حضراتكم بتسألوا فيها فالنهارده هيكون يعني مهتمين بالموضوع ده لاخر مرة لكن في المرات القادمة اذا اشاء الرب وعشنا وتأن في مجيئه ان احنا نكون بنتكلم اكتر على مثلا اول ربع ساعة على الكورونا فيروس اخر مستجدات لو في مستجدات وبعد كده نكلم على موضوعات اللي حضراتكم بتطلبوها وتسألوا عنها فالتليفونات مفتوحة من بداية الحلقة لحضراتكم للي يحب ويكون عنده اي نوع من التساؤل طبعا زي ما بقول في كل مرة ان هذا البرنامج برنامج تعليمي برنامج تسقيفي وليس برنامج علاجي علشان كده ما فيش اي حاجة تسمعوها في البرنامج تخليكم تبتدوا او توقفوا او تغيروا او تعدلوا في اي شيء من العلاج اللي حضراتكم بتاخدوه ده لازم يكون بصورة خاصة جدا ما بين الشخص وما بين الدكتور الطبيب المعالج كمان بالنسبة للأسماء بتاعت الأدوية بتتغير من مكان لمكان الأسماء التجارية بحسب انتاج الشركات المختلفة لكن الأسماء العلمية هي اللي احنا بنستخدمها وهي دية اللي بتكون مشتركة في كل بلاد العالم الحاجة الأخيرة انه كتير من التعبيرات اللي احنا نعرفها المتدولة في المجال الطبي باللغة الإنجليزية لشان كده برجوكم انتوا تسامحوني لو كان في نوع من التلقائية باللغة الإنجليزية في بعض المفردات او كده ولكن هكون ان شاء الله بشرحها طول ما احنا بنتكلم النهاردة لانها حلقة مليانة فحاول اننا ابتدي على طول بأول الأسئلة اللي وصلتنا اقول للحضراتكم بصورة يعني علشان خاطر ايه الأسئلة اللي هنجاوب ان شاء الله عليها النهاردة علشان خاطر لو كان بعض من حضراتكم عنده الأسئلة ديت فيطمئن ان احنا في أثناء الحلقة هنجاوب عليها يعني اسئلة عن الاعراض الجانبية للفاكسين او اللقاحات هل ممكن اخد الفيروس كوفيد اصاب به حتى بعد الفاكسين وبعض الاسئلة المتعلقة بكده طيب ايه الفايدة من التطعيم لو كان ده بيحصل ايه هو كوفيد طويل الامد وهل الفاكسين اي تأثير عليه المتحورات الجديدة للفاكسين زي المو والدلتا والدلتا بلس وايه الفرق ما بينهم وبين التحورات السابقة تأثير كوفيد على الجهاز العصبي وبنكتشف انه فيه تأثير كبير جدا عليه ايه الادوية المستخدمة لو حد جاله كوفيد ونعمل كده ازاي لو ما اضطرش حتى انه هو يروح المستشفى فيه سؤال عن يا ترى ايه مستقبل اللي احنا منتظرينه بالنسبة لكوفيد هل هنستمر هل هيبقى فيه من كل سنة لسنة لازم الناس تاخد تطعيم وتاخده كم مرة وغيره بقدر الامكان بحسب ما وصلنا اليه هنحاول نتكلم عن الموضوع ده فيه سؤال عن هل ممكن ان انا اعمل ميكس للفاكسينز ديت يعني ممكن اخد اول جرعة من لقاح وجرعة تانية من لقاح اخر فيه اسئلة عن لقاحات المنتشرة في الشرق الاوسط بذات اللقاح الصيني والساينوفاك وده بدأ تصنيعه في مصر بقدر المعلومات الضئيلة جدا المحدودة اللي عندنا هقدر اجاوب على الموضوع ده يعني زي ما بقول لحضراتكم ان شاء الله تكون حلقة مليانة لكن هذا لا يمنع من حضراتكم تقدروا تتواصلوا معنا اثناء الحلقة وتشاركونا باسئلتكم او تعليقاتكم او ملاحظاتكم او اي شيء اخر فخليني اقول انه هبتدي بالسؤال الاولاني وهو الاعراض الجانبية للفاكسين والحاجات المنتشرة عند كثير من الناس عن ان الفاكسينات ممكن تبقى مضرة جدا وهكذا طبعا في الاول عايز اقول انه الفاكسين او يعني التطعيمات بصورة عامة بالنسبة للفايروس كورونا هي حاجات جديدة اول ما بدأت ان هي تعطى للناس كان في ديسمبر 2020 يعني احنا بنتكلم النهاردة على ما يقرب من تسع شهور فبالتالي بنقدرش نقول ان احنا عندنا فكرة كبيرة عن ايه اللي ممكن يحصل بعد اكتر من الوقت اللي احنا فيه دلوقتي لكن الشيء العام انه الفاكسينات ديت بصورة عامة او التطعيمات بصورة عامة لو ليها اعراض جانبية عادة بتظهر فيه خلال الساعات او الايام يمكن الاسابيع اللي بعد كده فبالتالي نقدر نقول باطمئنان انه على قدر ما نعرف الان وعلى قدر ما الوقت مضى وعلى قدر كل التاريخ بتاع التطعيمات انه يعني ما عندناش اي حاجة تقول انه هناك شيء طويلة الامد لكن دوت فقط بما نحن نعرفه الان وبالنسبة للتاريخ التطعيمات المختلفة انه عادة لما بتظهر بتظهر فيه اوقات قليلة بعد اخذ التطعيمات هبقى استعرض مع حضرتكم بعض الصور عن بعض الناس اللي بتاخد التطعيم الناس اللي اخدت كورونا قبل كده وجل واخدت التطعيم عادة بتبقى الجرعة الاولى اكثر صعوبة في الاعراض الجانبية اللي بتحصل لمدة يوم يوم ونص يومين بالكتير من الجرعة التانية وعلى العكس الناس اللي ما اخدتش كورونا قبل كده وبتاخد الفاكسين لأول مرة بتبقى الجرعة الاولى اسهل شوية في تأثيرها من الجرعة التانية اللي ممكن تكون اكثر يعني حدة شوية في بعض الاعراض الجانبية زي ما بقول اللي هي مؤقتة جدا ما بتستمرش اكتر من يوم يوم ونص يومين بالكتير وبعض الناس بتبقى يعني ضئيلة جدا للدرجة اللي هي ما بتأثرش وبتغيرش اي نمط من انماط حياتهم الصورة اللي هتعرض قصاد حضراتكم بتوريكم انه انه دي اشهر الحاجات اللي بتحصل في خلال الاول يومين نمرة واحد ان يكون فيه بين او نوع من الوجع الام في المنطقة بتاعة الكتف اللي بيتاخد فيها الفكسين تبقى ورمة شوية ممكن يبقى فيه احساس بالتعب بالهزال صداع ارتفاع خفيف في درجة الحرارة وجع فيه العضلات واحيانا فيه زفزفة برد شوية نتيجة ارتفاع درجة الحرارة بعض الالام في الجوينس او حركة المفاصل احيانا بيبقى فيه نوع من الورم زي ما قلت فيه المكان دوت وإحمرار فيه بعض الناس بيبقى عندهم رغبة في القيء شوية او احساس بالغثيان فيه البعض بيجي لهم يعني انتفاخ شوية في بعض الغدد اللي مفوية وده شيء عادي جدا مرتبط لانه الغدد اللي مفوية من الحاجات اللي فيها المناعة بتاعة الانسان المناعة الزاتية اللي بتتفاعل مع وجود اي جسم غريب فبالتالي مش حاجات يعني خطيرة والحاجات دي كلها زي ما قلت بتزول في خلال من يوم يوم ونص يومين ما اسمعتش عن اي حد زاد عن ثلاثة في بعض الناس ممكن يجي لهم حاجة اسمها الانافيلاكسس او نوع من الحساسية الشديدة جدا بس دولت يعني كمية ضئيلة جدا 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 يعني من الناس ودي حاجة لا يمكن التنبؤ بيها لكن في بعض الناس عندها الاستعداد دوت الانافيلاكسس دوت هو نوع من الحساسية الشديدة اللي بتخلي فيه صعوبة في التنفس بتخلي فيه يعني احساس بالاختناق والوش يبقى يورم ويحمر وهكذا وبيبقى فيه سرعة فيه ضربات القلب وبيبقى الجسم احيانا بالنسبة للجلد احيانا بتظهر عليه بعض الوحمات وكده وده بيحصل عادة فيه خلال الساعات القليلة اللي بعد اخذ الفاكسين زي ما بقول دي حالات فيه يعني قليلة جدا 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 ان احنا نشوفها وناس عندهم يعني حساسية خاصة جدا صعب التنبؤ بيها ده يختلف عن بعض الظواهر التانية اللي يمكن فيه بداية اخذ الفاكسينات سمعتنا عنها وكانت الناس بتستخدمها عشان تقول قد ايه الفاكسينات دي خطيرة وكده انه ممكن مثلا واحدة ممرضة خدت فاكسين بتاع فايزر في انجلترا ومرة واحدة يعني وقعت واغمى عليها وكده دي يا جماعة حاجة مش خطيرة ولكن حاجة بتحصل لبعض الناس اللي عندهم خوف من الابر اللي عندهم خوف من منظر الدم اللي عندهم بعض الحساسية الشديدة المفرطة لأي نوع من انواع الالم وده اسمه حاجة اسمها بالانجليزي فيزوفيجا الأتاك او زي استثارة زي دا عن الحد للعصب الحائر او الفيجاس نيرف او العصب العاشر ودي حاجة بتحصل عند بعض الناس لما يقولك انه سمع حاجة معينة فاغمع ليه او شاف حاجة معينة او يعني منتشر اكتر في السيدات انه ممكن يحصل حاجات زي كده دي ملهاش علاقة بالله الحساسية ولا حاجة بتأثر باي صورة لونج تيرم على الاطلاق دي حاجة بنتيجة الخوف الشديد او الحساسية الشديدة للألم ويعني ممكن ناس مثلا ما يكونوش محتوط لهم مثلا كمية مخدر كافية في الهما بيخلعوا الاسنان مثلا فبالتالي ممكن يحصل نوع من الألم الشديد او دكتور يمس العصب او حاجة زي كده انا شفتها يعني في حالات كتيرة بعض الناس منظر يكون يخوف او منظر الدم بالذات او الابر او غيره يعني اللي عايز اقوله ان دي ردود افعال طبيعية موجودة عند بعض الناس ليس لها اي شيء يخوف على المستقبل او غيره ودي حاجة من ضمن الحاجة نفرق بينها ازاي وما بين الانافيلاكسس اللي انا كلمت عنه او الحساسية الشديدة لا هنا الحساسية بتاعت الناس اللي عندهم الانافيلاكسس دي بتبقى حساسية لي التطعيم نفسه للمادة نفسها بتاعت التطعيم او المواد المستخدمة للحفظ بتاعه او غيره لكن التاني بيبقى نتيجة حاجة في شخصية الانسان من ناحية الالم او من ناحية الخوف او غيره ما لهاش علاقة خالص باللقاح الحاجة التانية انه الناس اللي بيجي لهم الموضوع بتاع الفيزوفيجا الاتاك ده او يحصل نوع من التحفيز الشديد للعصب الحائر الناس دولة بيتميزوا بانه بدل ما يبقى عندهم ارتفاع كبير قوي في ضربات القلب زي اللي بيحصل للناس اللي عندهم حساسية جديدة لا ده بيحصل بطء كتير جدا جدا للقلب وممكن يقل لي مثلا اقل من ستين نبضة في الدقيقة وهكذا كمان لما بنشوف الجلد في حالة الناس اللي عندهم الفيزوفيجا الاتاك ده بنلاقيه عادة انه هو يعني 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 زي ما يكون فيه عرق شديد وفيه الادين مبلولة الناحية التانية بيبقى فيه جفاف في الجلد وفيه احمرار وهكذا يعني فالحاكتين مكتلفتين تماما وسهولة شديدة نقدر ان نحن نفرق بينهم للناس اللي خايفين من الاعراض الجانبية بتاعة الفكسين اللي برضو منتشرة عند بعض الناس بيقولوها على النت وغيره برضو احب ان انا اتكلم عليها هل ده بيأثر على الخصوبة بتاعة الرجل والقدرة على الانجاب لا واتعملت ابحاث على الموضوع ده واثبتت ان الامر ده غير موجود في سؤال تاني وهل هو اننا لما اخد الفيروس في التطعيم هل معناه كده اننا ممكن اخد العدوى لا طبعا لانه انواع الفكسينات المختلفة وتكلمنا عنها في حلقات سابقة لكن النوع الاولاني اللي هو الميسنجر RNA زي الاثنين المعروفين اللي هم فايزر وموديرنا دولة اصلا مفيش حاجة من الفكسين يعني مفيش اي شيء من الفكسين سوري من الفيروس نفسه بيحقن كل اللي بيحقن هي مادة اسمها المرسال بتاع ال RNA دوت بيحفز الخلايا بتاعت الجسم وما بيخشش حتى ناحية النواة بتاعت الخلية ولكن في المنطقة المحيطة بيها اللي هي السايتو بلازم ده بيعمل نوع من يعني التحفيز للجسم انه هو ينتج البروتينات اللي موجودة على السطح بتاع الفيروس والحاجات دي لا يمكن ان هي تؤثر وتؤدي للانسان لأي اصابة بالفيروس على الاطلاق فبالتالي يعني ما يعني ما لهاش علاقة خلص بيه الموضوع ده فيه انواع تانية اللي هي زي الروسي اللي هو الاسباطنيك وزي الاسترازينيكا وزي جونسون اند جونسون دولة بيبقوا ان احنا بناخد الشكل بتاع الفيروس دوت وبنروح لفيروس تاني من الحيوانات اسمه الادينوفيروس المهم بننتج فيه بعض الحاجات وبعد كده بيخش على الجسم فيشابه الاثر اللي الفيروس لما يخش بيحطه على جهاز المناعة فيبتدي الانسان ينتج اجسام مضادة بحيث ان هو كأنه بيتعرف بصورة مسبقة على حاجة مشابهة جدا للفيروس نفسه لكن هو من بناخدش اكشوالي فيهم كوفيد الحاجة الوحيدة اللي هي اللقاحات الصينية اللي بتعتمد على حقن الفيروس المقتول او inactivated virus ده بياخدوا الفيروس نفسه بتاع كورونا وبي موتوه ويخلوه مش اكتف ويخش الجسم وما فيش اي تقارير انا قارتها بتقول انه دور بيؤدي الى اي شيء لانه الفيروسات دي قردي فيروسات غير يعني مش يعني الفيروسات دي دي مقتولة دي مش مش حية مش اكتف تقدر ان هي تؤثر وتؤدي لهذا الموضوع برضو لقينا انه الموضوع بتاع الانافي لاكسيس دا وتلقلت حضراتكم عليه اللي هو نمرة واحد هنا في المكتوب دي قلت لحضراتكم ان هي قد اي حاجة نادرة للغاية دي بتحصل من اتنين لخمسة في المليون هنا مثلا في الولايات المتحدة تم تطعيم حوالي مية وسبعين مليون شخص يعني حوالي فوق تلتمية واربعين مليون جرعة اخذت الى الان وما حصلش غير انه من اتنين لخمسة في المليون على كل الدراسات اللي اتعملت هل في زيادة في انه يعني ممكن دوة يأثر انه القدرة على التجلط تزيد ويبقى في جلطات بتحصل نتيجة كده لقوا انه النسبة هي من اربعة لسبعة في المليون بعض الحاجات اللي هي زي فيروسات اللي هي الـ MRNA اتقال عنها ان هي ممكن تسبب التهابات في عضلة القلب او التهابات في الغشاء المحيط بالقلب ودي برضو نسبتها من 20 ل30 في المليون لكن كل الحاجات دي اقلب كتير جدا من اللي ممكن دخول الفيروس واصابة الانسان بالكوفيد برضو بتسبب زي التجلط وبتسبب الالتهابات اللي بتحصل فيه مناطق مختلفة من الجسم مش بس في عضلة القلب ولكن اكتر بما لا يقاس بما يؤدي الى ان تكون نسبة الوفاء حسب البلاد المختلفة ما بين واحد ل اربعة في المية من سكان بحسب الدولة وغيره بحسب التقارير اللي طلع منها طبعا يعني الفرق ضخم جدا 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 ما بين واحد في المية وما بين اتنين واربعة وحتى عشرين في المليون الحاجة الاخيرة وهي انه بعض الناس ممكن يحصل لهم نوع من الشلل اللي بنسميه الجليبرين سندروم وده اسم الشخص اللي اكتشف المرض دوت ودي برضو بتحصل تمانية في المليون يعني حاجات ضئيلة جدا 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 لكن الفيروس نفسه لما بيخش الجسم ممكن يؤدي الى حاجات اخطر بكتير للغاية من الحكاية ديت فبالتالي يعني التأثير على الاجهزة المختلفة للجسم وبالذات في زيادة التجلط بتاع الدم دي حاجة من الحاجات الخطيرة جدا اللي بنكتشف ان اللي هي علاقة بالفيروس لما الاثار بتاعته تمتد طبقة طويلة الامد او التأثير على الجهاز العصبي وغيره يعني جي بسرعة اجابة على السؤال الاولاني هل فيه هناك اعراض جانبية للفاكسين طبعا الاعراض زي ما قلت لحضراتكم اعراض خفيفة جدا جدا الاعراض الجمدة يعني نادرة الحدوث بشكل غير عادي ومفيش يعني حاجة كانت نتيجة التطعيم قدت الى الموت من كل الحاجات اللي حصلت وملايين الناس اللي خدوا الفاكسين او التطعيم حول العالم سؤال اخر هل ممكن اخد او اخد العدوى بتاعة الكورونا او الكوفيد حتى بعد الفاكسين طبعا ده ممكن ان هو يحصل لأسباب شرحتها بالتفصيل في حلقة سابقة ولكن الفرق كبير جدا ما بين الناس اللي بيكونوا واخدين الفاكسين وياخدوا بعد ما ياخدوا يعني وياخدوا الكوفيد وفي فرق ما بينه ما بين الناس اللي ما بتكونش واخد الفاكسين قبل الكوفيد الفرق جزء منه انه يعني التأثير بيبقى فظيع جدا على الناس اللي مش واخدوا الفاكسين لانه ما عندهش اي نوع من الحماية ما تمش نوع من التحذير وتكوين اجسام مضادة في جسم الانسان نتيجة التطعمات فبالتالي ما فيش اي نوع من الحماية الحماية صفر على الانسان فالواحد لما هياخد الفيروس وبالتالي الحاجات الجديدة اللي طلع منه زي الدلتا والدلتا والمو والحاجات دي كلها بتبقى شديدة واشد من العادي فكون ان الواحد ما يكونش محمي على الاطلاق مشواخد اي حماية طبعا هتخلي انه السيفيريتي او الشدة بتاعة المرض اشد بكتير جدا من الناس لو هيواخد الفكسين فدي اول حاجة بتخلي الفكسين بيدي نوع من الحماية ليه بعض الناس بيجي لها وليه بعض الناس بي عندها حماية اكتر وهكذا اكتر من سبب السبب الاولاني هو لازم يكون مر وقت كافي قبل ما النسبة بتاعة الاجسام المضادة دي ان هي تكون فعليا علية وفي الجسم ووصلت للحد اللي تقدر تبقى بتعمل نوع من الحماية دي نمرة واحد عشان كده السؤال اللي كان جالي من حضراتكم على وسائل التواصل الاجتماعي ان انا بعد اسبوع من اخداني للحقنة الاولى انا جالي الفيروس واخدته طبعا لانه ما تمش وقت كافي احنا عارفين انه مثلا في فيزر بتبقى الحقنة وبعديها ثلاث اسابيع او موديرنا الحقنة وبعديها اربع اسابيع او استرازينيكا كان برضو واحد واربع اسابيع ولكن لقوا انهما ممكن لغاية ثلاث شهور كمان وهكذا فعلى بال ما بيتكون مع الجرعة التانية الحجم الكافي من الاجسام المضادة فطبعا في اثناء الفترة دي بتبقى الحماية ما هيش حماية كبيرة فدو طبعا ممكن يحصل فيبقى الوقت اللي عد ما بين دوت ودوت كان شكلها ايه في بعض الناس الجهاز المناعي عندهم مش نشط وقوي زي ناس اخرين فبالتالي ممكن ان يكون في عندهم عيب في الجهاز المناعي مرضي ممكن يسبب كده ممكن يكونوا بياخدوا ادوية من الادوية اللي بنسميها الاميونو سابرسنس او الادوية اللي بتصبت جهاز المناعة زي الكورتزونات زي حاجات مختلفة من الادوية اللي الناس بتاخدها ضد السرطانات مثلا او ضد امراض معينة زي امراض المناعة الزاتية وغيره الحاجات دي كلها ممكن بسهولة اوي ان هي تخلي الاستجابة بتاعت الجهاز المناعي اقل فبالتالي عندهم عرضة انه ياخدوا المرض مرة تانية الحاجة كمان المهمة انه الفاكسين نفسه وهو يتعمل ويتعمل عليه كل الدراسات اللي بتثبت انه هو صالح للاستخدام الادامي ما كانش الغرض منها هو توقف ان الانسان ياخد العدوى لكن على العكس انه الانسان لما هياخد العدوى وتكون قليلة جدا جدا دوت بيدي له حماية الحماية دي بتزداد حتى بعد كده لما هو يحصل له نوع من الاكسبوجر او التعرض لل الفيروس دوت مرة تانية ويمكن انا شرحت الحكاية دي في حلقة سابقة انه تزايد التعرض لي يعني بعد ما الواحد ياخد الفاكسين او بعد ما الواحد ياخد الانفكشن او العدوى بتاعة الفيروس نفسه او بياخد العدوى بتاعة الفيروس وبتضاف عليها كمان مناعة تانية من التطعيمات ده كله بيساعد انه الجسم عمال يتعرض اكتر واكتر بعد كده لما بيتعرض حتى للفيروس على حسب اللي بيتعرض للفيروس دوت نتيجة انه هو يعني الكمية بتاعة الفيروس اللي موجودة اللي وصلت له قليلة بيقضي عليها من الاول ما تظهرش عليه اي اعراض ففيها نوع من الحماية لكن حتى لو ظهرت اعراض الاعراض دي بتبقى اقلب كتير جدا 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 من الاعراض اللي مفيش حماية على الاطلاق فبالتالي اه طبعا ممكن يحصل انه الناس تاخد الكوفيد حتى بعد الفكسين لكن هل النسبة بتاعة دخول المستشفيات او النسبة الشديدة بتتأثر لا الحقيقة لقينا انه اه ممكن الناس تاخدوه لكن النسبة بتاعة زيادة الحالات الخطرة اللي بتؤدي للدخول للمستشفى واحتياج الانسان لتنفس صناعي او بتؤدي الى الوفاة ان هي فعليا الحماية الحماية بتاعة الفكسين بالضبط 95% في الحالتين فبالتالي يعني طبعا في فرق وفرق كبير جدا ما بين الفكسين وعدم الفكسين في حاجة اكبر كمية من الحماية بتاعة الانتيبوديز او مضادات يعني الاجسام المضادة معانا الاستاذة مونة من مصر اهلا بحضرتك يا فندا حضرتك على الهوى ممكن بس معلش تعالي صوتك شوية اهلا وسهلا اشكر محبتك تفضلي معلش الصوت بيقطع جامد يا اخت العزيزة معلش حضرتك بتقولي حضرتك من المينيا احسن ناس طبعا صعيدة وغير الصعيدة كلهم كويسين تفضلي حضرتك انا جوزي عنده مركب سبع دعامين اوكي معايا حضرتك تمام تفضلي مركب سبع دعامين وعند عضلة الجلب ضعيفة تقريبا 40% واجت له جبطة شهر 4 وفي المخ واجت له جل في شهر 7 في الجلب وبعدين حضرتك سمعني تمام حضرتك تفضلي نعم وبعدين ما كانش راضي ياخد الجرعة فخد اول جرعة في يوم 2 9 خد سينوفاك المطرية وبعدين طبعا هو كده هياخد الجرعة التانية في يوم 18 9 وانا سمع الجرعة التانية في اقوى وهو خايف منها هل ممكن ياخدها ولا بلاش لان عنده التجلس عالية على الكل طيب معلش قبل ما حضرتك بس تسبينا هل هو بياخد الادوية اللي بتعمل نوع من السيولة للدم اه بياخد 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 الزوسيد وبياخد خلاكسان ماشي اه بيجيبه جلطة بياخد الحاجات يعطيه هو اصلا عايش على سيولة بلام تمام تمام لا طبعا ما فيش اي مشكلة ان هو ياخد الجرعة التانية من الفكسين حتى لو بعض الاعراض الجانبية لان بقول ان الاعراض الجانبية ديت هي في الاغلب بتبقى حاجات بتستمر لمدة يوم يوم ونص يومين وهكذا فبالتالي يعني مهم لو هو بالذات الناس اللي عندهم المشاكل اللي حضرتك بتقوليها ديت بيبقوا عرضة انه لما يجي لهم الفيروس لسمح الله انه هو يعني بسهولة جدا يؤدي الى يعني الكثير والكثير جدا يعني بعد الشر يؤدي الى الوفاة فالفاكسين مهما كان التأثير بتاع يعني السايد ايفكس بتاعته اللي بتحصل لمدة يوم ونص او يومين ما هياش حاجات خطيرة هي مجرد هددان احساس بالصداع التعب وارهاق غممان في النفس احيانا وهكذا ميل للنوم الكتير دي حاجات بسيطة ممكن تعدي لكن عشان خطر يقدر ياخد حماية الاكتر ويقدر يعمل نوع من الاستثارة وللجهاز المناعي انه هو ينتج الاجسام المضادة اللي لما يجي الفيروس او الواحد يتعرض لي لانه يعني انا عارف انه دي حاجة محدش يقدر يتحكم فيها طبعا تبقى قدرته على المقاومة والمناعة اكتر بكتير والحاجة الكويسة انه حضرتك بتقول انه خده يوم اتنين تسعة يعني من حوالي اربعة ايام اتوقع انه الاعراض اللي جات له راحت خلاص مش كده اه راحت بس حضرتك بتقول انه هو لو خد الجرعة التانية يبقى شديدة عن الاولانية ممكن ياخدها يستعمل وكده اه طبعا طبعا لانه زيان بقول حضرتك ممكن مسلا درجة الحرارة تعلى شوية واجع العضلات يبقى ازيت شوية الواحد الهامدان عنده يبقى ازيت شوية لكن ده لا يقارن باللي بيعمله الفيروس بالذات بالذات في الناس اللي عندهم الميديكال كونديشنز او الحاجات المرضية اللي حضرتك شرحتيها عن زوج حضرتك ليه لانه يعني حضرتك قلت ان فيه جلطات حصلت دماغية وجلطات في القلب ودعامة وغير وغير طبعا بيبقى فيه استعداد اكتر جدا لانه الواحد يحصل له يعني حاجات وحشة خالص بالذات فيه موضوع التجلط لانه الفيروس بتاع كورونا من الاثار الشديدة جدا بتاعته هو انه بيزود سرعة الترسيب وسرعة التجلط بتاعت الدم ويخلي يحصل جلطات متنسرة في انحاء الجسم كله فطبعا يعني ربنا يحافظ على زوج حضرتك ونكون بنصلي له بس كويس ان هو ياخد الجرعة التانية معانا الاستاذة جاكلين من مصر تفضلي حضرتك على الهوى ايو انت الخير يا دكتور مساء النور اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك يا دكتور دكتور انا عندي طفلة عندها ثمان شهور ونص فحبي وانا بشتغل مدرسة فحبيت اخذ التطعيم فكلمت الخط الساخن فراح قال لي لأ انت ما تاخدهوش اه ولو عايز تاخدهوش همضي على اكرار ان هو على مسئوليتي الشخصية اه وقالت لي قلت لها فيه ضرر على البيبي قالت لي ايو فيه ضرر على البيبي فبالنسبة لشغلي كتبوني جنبي معلش حضرتك لما بتقولي ثمان شهور ونص يعني حضرتك حامل في الشهر التامن ولا حضرتك عندك طفلة ايوة عندي بابي عندي بنوطة اه ثمان شهور ونص ربنا يبارك فيها ويحافظ عليها فعيشة دكتور اه فقالوا لي كده في الخط الساخن لأ انت ما تاخدهوش بس لو خذيه خذيه على مسئولاتك الشخصية وتمجي اكرار ان انت هتاخده فاقلت لها فيه ضرر للبي قالتلي اه فيه ضرر للبي انا قدامي المردع والحامل ما تاخدهوش اوكي اه يعني حضرتك بتردعي اه انا بردع بردع طبيعي اوكي اه تمام بصي يعني مقدرش اقول ان احنا عندنا معلومات بتقول ان فيه خطر بيحصل للبي لكن كمان ما عندناش حاجة تانية مضادل كده وبتقول انه ما بيحصلش ليه لانه الناس يعني لما بتتعمل التجارب ديت ما تعملتش على الناس الحبالة او مرضعات فبالتالي ما فيش اي حاجة عندنا تقدر تقول ان هو ممكن يكون مضر او ممكن ما يكونش مضر فيعني فكرة ان هو هيضر البي ما هيش فكرة صح لكن فكرة ان احنا مش عارفين وبالتالي هيبقى على مسئولية الانسان اللي بياخدها اه اقدر اقبل الموضوع ده هنا والسبب في الموضوع دوت انه بتبقى حاجة غير اخلاقية ان احنا نعمل تجارب على يعني على الحوامل او المرضعات في كتير من الاحوال في الادوية او اللقاحات الجديدة فللأسف احنا ما نقدرش نقول ان احنا عندنا حاجة صلد نقدر نحنا نعتمد عليها في الموضوع دوت ف يعني افضل كنوع من الاحتياط ولكن مش لانه يعني حاجة ملزمة ولكن لو حضرتك قررت ان انت تاخد الفكسين اعتقد هيبقى من الواجب انه ممكن حضرتك تبتدي تنقلي بنت حضرتك الى يعني ممكن انت تفتميها وتبتدي تاخد لبن صناعي ده لو انا بتكلم على حد يعني احب تديله نصيحة شخصية لكن في نفس الوقت ده مش الاجابة الكاملة هي اجابة ناقصة شوية بالسبب انه احنا ما عندناش معلومات كافية عن هذا الموضوع طيب بعد اذنك يا دكتور ممكن سؤال تاني بعد اذن حبيبك فضلي طيب انا جوزي من 6 سنين وصيب في جوطة في رجل وتحجز في المستشفى وخذنا كليكسان وخذنا مريمان معلش معلش حضرتك تعيدي السؤال مين اللي دخل المستشفى حاضر حاضر انا جوزي دلوقتي حاليا عنده 46 سنة ربنا تعيش تعيش يا دكتور من حوالي 6 سنين او 7 سنين اصيب بجلد وكان خذ كليكسان وخذ مريمان فترة طويلة وبعدين قطعنا يعني خذنا مثلا بتاع سنة وبعدين الدكتور قال له لا خلاص بطل المريمان وقطع الدواء دلوقتي خالص ما بناخدش الدواء خالص يعني احيانا كده بياخد الهو هالمتاح يا دكتور ان هو ياخده دلوقتي التطعيم دلوقتي اه اه ولو اخده ياخده اي تطعيم يا دكتور ادعى ازرزينكا او السيني اه طبعا يعني ما فيش اي مشكلة ان هو ياخد التطعيم بالعكس انا بس كنت عايز اسأل حضرتك على سؤال صغير هو الجلطات اللي جات دي جلطات جات في الرجل مش كده هي غلطة غلطة واحدة جات في الرجل بس ساعتها كان يعني متحدث في المستشفى وقال له ما انفعش تتحرك واقعادنا فترة ما كانش بتحرك ايوة الجلطة دي تقصدي انها جات نتيجة ايه نتيجة اصلا احيانا بعض الناس لما بيكونوا مثلا بيعملوا عمليات في المستشفى متمش تحريك الرجلين لمدة طويلة او الانقباض اللي بيخلي الدم من الجزء يعني يقدر يوصل لبقية الجسم وكده مرات بيحصل نوع من الاستيسس او انه الدم بيحصل نوع من الترسبات وهكذا بتؤدي لحاجة اسمها الدي في تي او الجلطات بتاعت الرجلين وطبعا دي بتبقى خطرة لانها ممكن توصل لاجزاء تانية من لكن هل ده كان نتيجة انه هو كان قاعد في السرير لمدة طويلة من غير اي حركة ولا اي بالزبط هو تشخيص الدكتور قال لنا قال لنا انتوا راجعين من سفر واقعدتوا فترة طويلة في طيارة في في الباص وكان الساعتها الموجة الشديدة او بتاعت الحر اللي هي كانت من كم سنة دي في مصر فاحنا كنا سارعا راجعين من سفر وكنا قاعدين في الكرسي والريست كان واحد بس فده اللي تسسره الدكتور لكن هو اصلا طبيعة بينشي تمام يعني طبعا بتحصل بعض الناس اللي في الطيارات لمدة طويلة 15 ساعة مثلا او يكونوا يمكن حضرتك بتقولي برضو البص كان لمدة طويلة وهكذا من غير حركة كافية وبيحصل نوع من الركود او الادم في المنطقة السفلة من الجسم دوت طبعا ممكن يقدل كده لكن هل اتطمنتوا كمان انه مفيش اي مشاكل في التجلط بصورة عامة في يعني سرعة التجلط او او غيره يعني اتعاملت كل التحليل الكافية اللي تؤكد ان الموضوع ملوش علاقة ب حاجة كان لها علاقة بالدم نفسه او كده دكتور كنا كل ثلاث يام كنا بنحلل بعد حتى ما خرجنا من المستشفى كنا كل ثلاث يام بنحلل لغاية اللي هي النسبة بتاعت الانر او ايو الانر بعد كده اطعنا بعدها بفترة اطعنا الماريفان ده خالص خالص فهلو احنا خدنا التطعيم يا دكتور لازل ناخد نرجع تاني وناخد الماريفان قبل التطعيم ولا احنا لا 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 ما لهاش اي لازمة خالص وزي ما قلت يمكن في السلايد اللي انا وريته انه يعني النسبة بتاعت اي حاجة لها علاقة بالتجلط يعني نسبة ضئيلة جدا يعني اتنين في المليون او سبعة في المليون حاجة زي كده يعني النسبة اللي انا قلتها دلوقتي فبالتالي لا طبعا ما فيش اي حاجة تخوف بالعكس هو لما بييجي الفيروس فعليا ممكن يؤثر اكتر وهو ليسبب الجلطات فطبعا من دلوقتي ان يكون عندنا اي نوع من المناعة هيبقى اهم بكتير قوي من ان احنا يعني لا سمح الله يصب بالفيروس فاشجع حضرتك على كده من اربعة لسبعة في المليون يعني موضوع التجلطات ديت يعني الاثنين اللي تذكر عنهم ان هم سببوا كده خالص زي ميقول اربعة لسبعة مليون كانت يعني نسبة في منتهى الضقالة كان استرازينيكا وكان جونسون ان جونسون لكن بقيت اللقاحات ما فيش اي تقارير عنها في الموضوع ده لكن حتى دولت زي ميقول نسبة يعني لا تذكر فلو قدامه ان هو ياخد حاجة تانية مثلا غير استرازينيكا لو حضرتك بناء على الستاديز اللي عندنا انا افضل كده طيب معانا الاستاذ ايمن من مصر ايها ايها مسافير دكتور سيد نور ايمن اهلا بيك اهلا بيك اهلا بيك وبالبرنامج في المعدة ونشكركم كتير واشكرك واشكر قناة الفردي ان انت رجعت انا في المعدة ربنا يبرك فيك اشكرك جدا تفضل حضرتك امين عندي سؤالين دكتور سؤالين اولاني كنت عايز اعرف اخر بالنسبة لما يجي ومثلا بالنسبة للخضار والفاكهة هل لازم يعني نقسلها طريقة معينة وحاجة ازا كده اخر معلومات لان الاول كانوا بيقولوا تلات ايام الفيروس بيوضع الحاجة على الاسطح دلوقتي مش عارف اخر الاخبار فعايز اعرف الموضوع ده السؤال التاني انا بيقو انا مش بنعرض الشمس وباخد فيتامين دي 3000 واحدة في اليوم فالدكتور كان قال لي يعني يخليهم 5000 واحدة في اليوم انا ما عنديش اي اعراض ولا حاجة ولا وصدت كورونا وخدت الاسطرازينيكا الجوراتين وكل ده مامية فدلوا دول السؤالين اللي عندي تمام اشكرك جدا طيب بالنسبة الموضوع الاسطح وبيفضل عليها قد ايه في الحقيقة الاقوال متضربة في هذا الموضوع والبعض بيرجح انه على حسب الكمية بتاعة الفيروس اللي البرتكلز او الرزاز اللي بيكون يعني بيطلع قد ايه وهل الكمية دي كبيرة في محيط معين وهكذا فطبعا من الصعب ان الواحد يجزم باي حاجة في بعض الناس قالوا تلات ايام في بعض الناس قالوا يوم في بعض الناس قالوا الاسطح المعدنية اكتر من الاسطح الخشبية ما قدرش اقول ان احنا عندنا حاجة واضحة لكن اللي نقدر نقوله انه الاستنشاق يعني الاستنشاق بالمعنى انه يبقى فيه كم كبير من البرتكلز بتاعة الفيروس دي اللي منتشرة في الهوى المحيط بالانسان اللي بيستنشق منه فطبعا حتى في الديليفري او في حضرتك بتقوله بالنسبة للخضار والفاكهة طبعا الخضار والفاكهة بسهولة قوي ان احنا نقدر نغسلهم بالمية والصابون يعني اعتقد انه هيبقى شيء كويس ان احنا نعمل كده دايما بدون المغالاة يعني مية وصابون وننقحهم فيها او نغسلهم ده كفاية جدا ان احنا نبقى نعمل كده بالنسبة لللي بييجي من اي حاجة تانية طبعا عادة الاكل نفسه اللي بيبقى جاي ديليفري او غير وبيبقى موجود يعني جوه كيس جوه حاجة يعني ما اعتقدش ان هو بيجي عريان لكن زي ما بقول يعني مش ممكن تكون الكميات بالدرجة اللي ممكن تؤدي الى ان الواحد ياخد الفيروس وحتى الكميات دي تبقى ضئيلة جدا انها تؤثر بالنسبة لحد المناعة عنده كويسة المناعة الطبيعية او حتى لو كان خد الفيروس قبل كده وعنده مناعة مكتسبة او حتى لو كان خد الفكسين هذا يبقى قدرته على المقاومة لان هي النسبة نفسها لا تذكر حاجة من الحاجات المهمة قوي ان احنا نعرف قد ان ممكن يبقى فيه تأثير جامد للناس اللي ما عندهاش الفكسين وما خدتوش انه الكمية اللي بتستنشق شكلها ايه كمية المهاجمة شكلها ايه من الفيروس فده اول سؤال فطبعا الاختيار ممكن تبقى كافية ممكن تبقى كافية هو الحكاية بتاعة الغسيل دية المقصود بيها في الحقيقة يعني حاجة شوية اشرحها بسرعة ماينفعش المية لوحدها لكن لازم تبقى حاجة بتدوب الغلاف الدهني اللي حوالين الفيروس من بره الفيروس ده عبارة عن يعني احاول اجيب لحضراتكم صورة من الصور اللي معايا توري لحضراتكم بالزبط الفيروس ده شكله ايه يعني لو حطينا الصورة دي قصاد حضراتكم مكون من الجزء الداخلي اللي هو الRNA اللي هو اللي فيه الصفات الوراثية اللي بتسبب الانفكشن ومحاط من برة بغلاف الغلاف دوت مكون من البروتين ومكون كمان من الدهون او تسموه لايبو بروتين والغلاف الحافظ دوت اللي احنا بنعمله انه لازم نكسره علشان خطر نضمن انه الDNA ما يقدرش يعيش لوحده كده في الهوى يعني ينتهي يخلص على طول يعني يموت فما يمثلش اي قيمة في حد ذاته فالغسيل بالصابون او بالحضرتك بتقوله او الخلة او غيره مقصود منه اذابة الغلاف دوت فالاذابة ديت بتحصل من الصابون لانه زي ما احنا عارفين انه بيزيل الدهون او الدهنيات او كده يكسرها وكمان الخل ممكن يعمل كده لانه حمضي وهكذا يعني لكن اقصد يعني الميا والصابون كافية لكن هو ده السبب الاساسي في انه احنا نقدر نموت الفيروس ده بالنسبة للسؤال الاولاني بالنسبة للسؤال التاني فيتامين دي في الحقيقة من الفيتامينات المهمة جدا للمناعة بصورة عام ويعني ما فيش وقت ان انا اتكلم على الانتي اوكسدن افكت بتاعته شوية حاجات يعني المهم ان هو مهم وكويس كون ان احنا نبقى عندنا كمية يعني اللي عايز اقوله اشكر ربنا ان احنا يعني بلدنا في مصر الشمس عندنا ساطعة اغلب السنة ودوت من الحاجات اللي بتساعد على تكوين الفيتامين دي في الجلد يعني فاقصد بصورة طبيعية حضرتك ممكن تاخد الفيتامين دي لكن زيادته من 3000 انترناشنل يونت ل5000 انترناشنل يونت اعتقد انه حاجة ايجابية مش وحشة يعني المهمة بس حضرتك تكون كمان بتعمل كل مثلا 3 شهور في الاول او كل 6 شهور بنشوف النسبة بتاعة الفيتامين دي في الدم شكلها ايه علشان خاطر يعني ما نبقاش بناخد زيادة عن اللزوم يعني فزيادته من 3000 ل5000 وحدة مش ايجابي مش وحش يعني فارحب بكده و في نفس الوقت هو بيعمل نوع من الوقاية من ان الواحد ياخد الفيروس لانه بيخلي المناعة الطبيعية بتاعة الجسم احسن بجانب الزينك وبجانب فيتامين سي برضو مهمين في الامر دوت معانا الاستاذة جورجيت من نيوجيرسي مهمين 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 بجانب مهمين 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 معلش حضرتك تقصدي الفلو شات ولا نيومو كوكل شات هم قالولي النومونيا شات اللي هي بتاعة الرئة ان انا ان انا ما يبقاش عندي اي برابلم في الرئة قالولي اسمها نومونيا شات اوكي طيب حضرتك عندك اي امراض معينة بتعاني منها حاجات مزمنة او اي شيء سكر ضغط عالي كوليسترول عالي حاجات زي كده لا بس هم قالولي زي ركوميند دي فور ايج سيكستي فايزر فانا قريدي خذت فايزر فاكسين اللي هو مفروض ان انا ابقى فروتكت اجنس اي الفايزر فاكسين مش بيحمي اللونج بطريقة خاصة هو بيحمي من فيروس كورونا بنسبة تصل الى 95% بالنسبة لدلتا لانه هو دلوقتي بيمثل تقريبا 100% من الحالات الموجودة بنلاقي انه النسبة بتقل تبقى حوالي 86% من 85% 86% لكن لزالت طبعا نسبة عالية جدا وهيلة وكويسة فحتى الناس اللي ممكن يكونوا متطعمين ويجي لهم عادة مش بيوصلوا لحالة النومونيا او حالة الالتهاب الرئوي الحاد اللي يؤدي الى الدخول للمستشفى والتحط على تنفس صناعي او غيره فهنا اه ممكن يحمي حضرتك منك توصلي لحالة سيئة زي النومونيا او الالتهاب الرئوي اللي بييجي نتيجة الكوفيد لكن مش اي نومونيا او اي التهاب رئوي ما يحميش من اي التهاب رئوي تاني غير المسبب بالفيروس بتاع الكورونا وكمان الالتهاب الرئوي ده انواع مختلفة يعني فيه انواع بتيجي نتيجة البكتيريا مثلا زي النيوموكوكل مثلا او دي حاجة من الحاجات المنتشرة وليها فكسين بعض الناس اللي عندهم مشاكل في الرئة او عندهم مشاكل في القلب بنرجح ان هم ياخدوه علشان خاطر يعمل نوع من الحماية من النوع ده من البكتيريا المناعة ليلة قوي بياخدو كورتزونات بدرجة عالية او عندهم امراض يعني بتخليهم ياخدو الحاجات المصبتة للمناعة فبالتالي منعتهم الطبيعية اقل من العادي بيبقى عندهم استعداد ان هم ياخدو الحاجات البكتيرية دي بصورة اسهل بكتير الناس اللي هم اصحاء ما عندهم ش اي اندرلايج ميديكال يعني يعني ممكن ياخدو او ممكن ما ياخدوش فما فيش علاقة اوي ما بين الفايزر الوكسين دوت وما بين استعداد الواحد ان هو ياخد التهاب الرئوي من اسباب اخرى غير او كده ويجي من فيروسات تماني يعني ممكن مثلا لو الفلو او انفلونزا بتبقى شديدة جدا لبعض الناس برضو اللي عندها مشاكل في المناعة ممكن يؤدي الى الالتهاب الرئوي فاتمنى نكون جاوبة على سؤال حضرتك يعني انا ممكن طب انا لو قد النومونيا شات ممكن ااخد كمان الفلو شات ولا دي حاجة ديفرنت لا ممكن حضرتك ااخد دولة يعني بس يعني برشح دايما تكون المسافة ما بينهم يعني مثلا اسبوعين ثلاثة شهر ما بين الديت وديت يعني لكن دي حاجة ودي حاجة يعني دي حاجة ودي حاجة لكن يعني هل حضرتك ختي قبل كده الا الفلو شات النيمو كوكا او النومونيا لا بتاع يعني طالما حضرتك ما عندك نوع حساسية جمدة ما فيش اي حاجة زي كده وحضرتك عايز تخديل الاحتياط مش فيش مشكلة يعني ان حضرتك تخدي مالوش علاقة بالفايزر ومش ضد بعض ان هم يتخدوا اوكي شكرا يا دكتور شكرا تحت امرك تحت امرك شكرا فنرجع تاني للسؤال اللي هو هل ممكن يعني اخد الكوفيد بعد الفكسين شرحت لحضرتكم ان المدة اللي ما بين الواحد الواحد لانه ما كون المناعة الزاتية الكافية من الانتي باديز الحاجة التانية انه يكون انه في مشاكل في الجهاز المناعي منعت تكوين ال اجسام المضادة دي بطريقة كافية لانه الجهاز المناعي معقد مش بسيط يمكن احنا نسمع عن البي سيلز والتي سيلز والحاجات دي كلها يعني اللي عايز اقول انه يعني ممكن يبقى الجهاز المناعي نفسه في بعض الاعطاب او بعض المشاكل نتيجة ادوية معينة او نتيجة ان في مشاكل في المناعة نفسها زي امراض المناعة الزاتية اللي ممكن يبقى في مناعة زائدة ولكنها غير زي ما قلت انه مش يعني الفاكسينات دي مش معمولة علشان خطر تمنع تماما انه الكوفيد يحصل لكنها تمنع الحاجات الشديدة جدا وبنكتشف انه حتى مع الvarians الجديدة زي الدلتا والدلتا بلس وكده انه القدرة بتاعة الفاكسين انه هو يوقف المرض بصورة شديدة ويمنع ان الناس تخش المستشفى وحتى لو دخلت المستشفى ما تصلش الى الوفاء او غيره انها يعني ما بتتغيرش لكن بالنسبة للحاجات البسيطة والقليلة لا ممكن تيجي يعني معلش اسمحولي هقولكو رأيي انا الشخصي انه دي في حد ذاتها ممكن تبقى مش وحشة ليه لانه كل ما بزود التعرض بتاع الجهاز المناعي بنسميه البريكسرو انفكشنز دي كل ما بيزيد القدرة بتاعة الجسم على ان احنا نكون كده يعني مثلا الصورة لقصد حضراتكم انه بيحصل نوع من الزاكرة المناعية للجسم لما بيتعرف على حاجة معينة ودو في اول مرة يتعرض ليه سواء عن طريق اللقاح او عن طريق الفيروس بتتكون نسبة معينة من الاجسام المضادة او الزاكرة بتاعة المناعة مع تاني مرة ده يحصل بيزيد فلازم من فضلكم نخلي الصورة تاني لو سمحت يعني اول مرة شفتم قد ايه الاستجابة المناعية تاني مرة بتزيد تالت مرة ورابع مرة وغيره بتزيد اكتر واكتر واكتر فلو انا او اي حد ممكن يكون خد الفاكسين وجات له بصورة خفيفة جدا وبسيطة يوم او يومين او ثلاثة يعني فرأي انها بتزود المناعة مش حاجة ان احنا نبقى نخاف منها كتير فطالما ان هي مش هتكون يعني يعني دي بتكسب الجسم مناعة اكثر في الموضوع دوات معنا الاستاذ رامي من مصر اهلا بحضرتك استاذ رامي حضرتك على الهوى استاذ رامي كريم يا فند من المنية اهلا استاذ كريم اهلا بحضرتك اهلا ربنا يخذيك دكتور شكرا لك اتفضل يا استاذ كريم دكتور مايا مع حضرتك فن اهلا بيك ايو انا كان عندي جرطات في الرجل بتجلي كتير ايوة تمام تمام حاليا عندي جرطة في الواليد الكبدي ايوة فانا اصدت عزق بالجرعة هل هينش على دكتور بس انا لسه بتعالج منها اه ينفع طبعا حضرتك طب انت بتتعالج منها ازاي هل بتاخد الحاجات اللي هي بتعمل نوع من السيولة للدم بالضبط يا دكتور بالضبط وهل الجلطات دي عملت ازديات في حجم الكبد والطحال واثرت على الدورة البابية يعني عملت شوية عملت شوية استسقاء يعني تمام هل في جلطات في اي حتة تانية في الجسم احنا عايزين نعرف ايه سر الجلطات دي يعني ليه الجلطات دي بتحصل هل حضرتك عملوا اي تحليل ايوة وراسي يعني وراسي من مين هل في حد تاني في العيلة عند حضرتك كان معي وزدي برضو بس مش كتير يعني يعني كان بيجيله جلطات وكده يعني كان بيجيله جلطات وزي كده وكده يعني اه بس مش كتير زي انا انا برضو لان انا برضو عملت عملية في رجلي التانية وقعدت في المستشفى ومحركت هاش رجلي فارتديت ان انا خش في جلطات يعني الجلطات دي جات نتيجة قلة الحركة بعد عملية في المستشفى ولا حتى لو حضرتك بتمشي عادي وتتريض ويعني انا بصراحة انا بصراحة لو يعني تمام تمام انا بس كنت عايز اعرف ان احنا يعني احنا مش بنعالج العرض بتاعتكون الجلطات بقدر ما عايزين نعرف السبب اللي وراء العرض ده سببه ايه هل في اي مشكلة في التجلط بتخلي ان في سرعة للتجلط هل في زيادة في عدد الصفايح الدموية مثلا بطريقة زيادة هل في يعني في في فاكتورز كتير او عوامل مختلفة بتأثر على التجلط فهو ده بس كنت عايز اتطمن عليه مع حضرتك اه هو بصراحة ان انا كل ما تحصل جلتها كنت بحاول ان انا فقها لكن ما عالش بشي السبب الرئيسي اه لا ما هو احنا يعني علمونا حتى في الطب انه لن عالج عرض ولا عالج عضو يعني ايه الشخص ده عنده كبد وعنده يعني جهاز هضمي وكلة وغيره وغيره فانا مش بعالج عضو وبنسا ان هو في بني آدم وفي نفس الوقت ما بعالجش عرض لانا ممكن عالج الصداع بس الصداع ده يكون نتيجة مثلا الواحد محتاج نضارة جديدة ولا غيره لكن ممكن يكون نتيجة ان هو بيعند ورم في المخ يعني لازم نعرف السبب اللي وراء العرض يعني طيب هو عموما طالما في استعداد للجسم لتكوين الجلطات فحضرتك هيبقى لا سمح الله لو خدت الفيروس او الكوفيد هيبقى اوحش بكتير جدا 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 مما لو دلوقتي حضرتك اخدت الفاكسين وقدرنا ان احنا نمنع يعني نقلل نسبة ان حضرتك تاخده لكن افضل ان حضرتك تاخده يعني بنوع من الانواع اللي ما ما حصلهاش اي سايد افكتز زي الجلطات يعني زي استرازينيكا وجونسون ان جونسون يعني ممكن الابتعاد عنهم واخد حاجات تانية يعني لكن مش حتى حتى لو جدا ما فطتش يا دكتور اه اه دي ما فهاش مشكلة يعني بس طبعا وإحنا بنعمل كده من فضلك من فضلك حاول توصل مع الدكتور او الدكاترا المعالجين اه اه روح مثلا للجامعة علشان خاطر يعني الجامعة ممكن يبقى عندهم كمان اهتمام اكاديمي بان هم يدرسوا الحالة بتاعتك ويعرفوا ايه سر الجلطات اللي بتيجي يعني بطريقة مستمرة يكتشفوا حاجة تمنع الجلطات دي منها تحصل بعد كده يعني بشكرك جدا معانا الاستاذة اي ناس اهلا بحضرتك معلش استاذة اي ناس حضرتك بتسألي على حد كبير ولا على حضرتك بالذات ايوة تفضلي ربنا يحافظ علينا حاولت اكتبت عيب ادير الزجين وحاجة سالها فعلا بس لما راح تنا وعيث ان عندها حمر تجل تقل لها او ايه دموية لا ما نضي اله ما نضي اله هل ده صح ولا غلط ماشي حضرتك تقصودي ايه بالحمر يعني انا عارف ان ليها معنى بس اللي قصوده عايزة افهم ان هي حاجة لحضرتك تقصوديها تمام طيب هو السؤال بس ايه سببها يعني دي حاجة اسمها سليولايتس بحسب ما حضرتك بتقول لي هل في حوالي اكتر من 15 سنة وهي بتتعالج منها وراحت اوعية دموية بالاسف كتت رجل واحدة وقالولها ان مالهاش علاج هي بتعمل زي بتعمل الرجل بتوقف او رجل ما تطلع شده بتعمل الرجل زي الشمفين كده زي الشمفين اوكي يا حضرتك اوكي يعني حضرتك اوكي يعني هي لونها احمر ولا لونها مسفر اوكي معلش هو الموضوع ممكن يبقى خاد سلسلة معينة الحاجات اللي بتسبب الورم في رجل واحدة بتكون حاجة نتيجة يا اما شيء في الدورة الدموية يعني الشرايين اللي هي بتنزل الدم نعم يعني يعني ما قالت للرجل الثانية بقى الاثنين الرجلين ماشي ما بس اللي انا عايز اقوله ماشي هنا احنا بنفكر في كذا كذا حاجة بنفكر هل في حاجة في الدورة الدموية بتاعة الرجلين سواء من ناحية الشرايين من ناحية الاوردة من ناحية الليمفاتيك سيستم او الجهاز الليمفاوي يعني اللي حضرتك بتقولي دوت هل الانتفاخ دوت انتفاخ في التهاب ولا مجرد انه الجلد تخين ومتجعد و لما تدوسي عليه مش يعني ايدك ما بتعلمش فيه هي بتحس بنقش رجلها وزي الشاشة يا حاليا بتاعة كل اللي قالوا اللي تعمل لها متعمل لها خلاة المونيوم وتعمل تعمل لها تعمل لها لها تاني خلاة المونيوم اوكي المونيوم ماشي ما انا بس عايز اعرف الخلل موجود فين لانه انا مش عارف انا وديت اكتب واحد او ايه دموية مش عارف ايه حضرت تكسكنا برا قاهرة لا انا في قاهرة اذا طيب انا اعتقد انه الافضل ان انت توديها في يعني مكان علمي جامعي لان احنا عايزين نعرف هو المشكلة ايه هل المشكلة ان في تجمعات لمفاوية حاجة اسمها لمفوستيس يعني في نوع من البطء الشديد جدا في انه الجهاز اللمفاوي يكون بيشفط يعني فيه خلل في الاوعية هل في خلل في الاوردة في خلل في الشرايين هل هي بتقدر تمشي على رجليها ولا رجلة ولا ومشيت مثلا خطوتين ثلاثة تبتدي تحس ان في يعني زي ما يكون كرامبات شديدة ومش قادرة تستمر نعم هل ماما عندها سكر لا هي بس الحكاية وين دون الضغط الصحة واطي جدا اوكي الضغط واطي تمام لكن ما فيش سكر لا الحمد لله ما فيش طيب بصي طبعا احنا لازم في الاول نوصل لتشخيص لانه مجرد وجود ورم يعني لو وجود ورم والورم دوت شكله ايه هل الانتفاخ دوت لما حضرتك بتتضغطي عليه بصباعك هل بتسيبي اثر كأنه مش بيرجع على طول ولا هو الاسكن او الجل لا هو عاني زي حبوب عارف حضرتك زي ما تكون حبوب وتتفكر انها فيها مية لكن هي مش عاملة مية ولا حاجة حبوب تكلع كده تتفكر انها حاجة كدها مية لكن هي ما مية ناش تمام بصي انا اعتقد يعني بالوصف طبعا ما قدرش اجزم ولكن بالوصف اللي حرارة بتقولي ان هي مشكلة في الجهاز اللي مفاوي يعني اعتقد انه لازم يكون حد متخصص في الاوعية الدموية يقدر يعمل التشخيص لانه بناء على كده نقدر نفكر في العلاج وعايزين نعرف لانه وكلهم بيدوها حقا وادوية وما بتعملش حاجة يعني بتتخف شوية او تريد شوية رجلتها شوية وبعدها بإذن وقعين بعدها خلص ادوية تنجحت انا اصلا انا عايزة اقوله انه المشكلة انه الجهاز اللي مفاوي دوت هو احد الارمز او يعني اذرع الجهاز المناعي فانا عايزة اعرف لو ده مأثر على الموضوع ده يعني الحكاية دي يعني احيانا الرجل ممكن تتخن قوي نتيجة المشاكل بتاعت الجهاز اللي مفاوي تعمل حاجة اسمها زي رجل الفيل او الاليفانتي ييسس او كده يعني ده الاسم اللي بتقال عليها ف يعني قبل ما اقدر اجاوب على موضوع تاخد الفاكسين ولا لا انا افضل جدا ان احنا نوصل الى التشخيص الاساسي ونعرف اذا كان لي علاقة بالغدد الانفاوية والجهاز الانفاوي والصرايان ومصار وغيره وبعد كده نقدر نقرر بالنسبة للفاكسين بس يعني حضرتك خديها للجمعة يعني سواء عين شمس او جمعة القاهرة او كده اعتقد انه محتاجة لكفاءات شوية انها تقدر توصل للتشخيص دوت يعني افضل جدا ان احنا نعمل كده صعب ان انا ادي الاجابة بس شفاويا من غير ما اشوف يعني اعرف كمان ايه كل التحليل والحاجات اللي اتعملت طيب معانا الاستاذة هدى معانا الاستاذة هدى اهلا بحضرتك فاندم استاذة هدى معانا استاذة هدى حضرتك على الهوى طب اناخد الاستاذ حمدي حضرتك على الهوى تفضل ويمكن الاستاذة هدى لو كنت بتسمعين من التلفزيون كلمين من التليفون استاذ حمدي تفضل ازاي كده دكتور رأفة ازاي حضرتك اشكر محبتك وسؤالك تفضل حبيبي انا على فكرة من عصر من ثنتين تلاجة اللي محطوب فيها اللقاح اتفتحت وتقفل اثنينة مرة ودرجة حرارتها مش ممكن تكون اقل من عشر درجات في قصة طبعا انا اللقاح كان في ناس موجودة كانت لقاح قبلها بيوم وكانت تعبانة لكن انا ما حصل لش اي عوارض نهائي نهائي ما حصل لش اي عوارض نهائي خالص بقى لحوالي اربعة تيام حل رأي حضرتك في القصة دي انا حصل اللقاح ما حصل اي عوارض خالص طيب طبعا يعني بتحصل اه بتحصل معلش سامحني ان انا بس يعني يعني هما كانوا وقفين بالتلاجة على النيل يعني ولا تقصد حضرتك انه المبنى بتاع المستشفى او المدرية الصحية او كده كان على النيل لا هما حضرتك قاعدين على الكورنيش عاملين جماشة كده وعملين كشك وقاعدين على الكورنيش وبيهدوا القاح على الكورنيش طيب ازاي موصلين الكهرباء يعني للتلاجة مش قدرة فهم اما التلاجة ايه بالزبط يعني يدوية كده يعني حضرتك خط حضرتك خط اللقاح عنه نوع اللي هو الصيني ولا استرازينيكا الصيني حضرتك خط الصيني اوكي طبعا الوصف اللي حضرتك بتقولهولي معرفش ما يدينيش امان شديد في انه كانت درجة الحرارة مناسبة للموضوع ده وهو بس السؤال يعني ليه على النيل وليه يعني 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 اقصد فيه اماكن كتيرة معرفش يعني طبعا غريبة شوية ممكن مش عايز اجزم لكن اقدر اقول ممكن تشكك في انه طريقة الحفظ والنقل بتاعة اللقاح كانت كافية لسلامته ما عرفش ما قدرش احكم على كده الحاجة اللي تحكم كده انه حضرتك انتظر بس بس حضرتك دي اول جرعة كمان يعني ممكن حتى لو عملنا نحاول نكشف على نسبة الاجسام المضادة في الجسم يعني لازم تاخد لها وقت تاخد لها على من اسبوع لعشر تيام اسبوعين عشان نبقى متطمينين لكن ممكن تبقى النسبة ليلة قوي فحضرتك محتاج انك تنتظر للجرعة التانية علشان خاطر بعد اسبوعين من الجرعة التانية نعمل تحليل نشوف فيه كمية مضادات يعني اجسام مضادة موجودة ولا لأ انا اتكلمت عن الحكاية دي في اول حلقة من الحلقات بتاعة الطبيب طب معنا الاستاذة دلال معنا الاستاذ جمال شكرا جدا جدا سأل خير استاذ جمال معنا يمكن دقيقة واحدة قبل نهاية البرنامج فتفضل اه دكتور معيش انا انا اكن اعزل على الحدادات قوال بس انا اجتلي في اول السنة اللي فاتت الكورونا تمام فقط احصد الشام وتزوق تمام فالحكو معكي رجعت احصد الشام وتزوق تمام بس انا لنجي مش راجعين زي الاول قول يعني ديني اكتلاف قول معي يا دكتور فكل واحد دكتور يقول مش عارف حاجة انا مش عارف انا 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 اوكي هو طبعا يعني الاجابة على السؤال دوت ما هيش اجابة سهلة جدا اول حاجة ما فيش اي دواء او اي حاجة يقدر يرجع الحسة الشام والتزوق لحضرتك في كل الاحوال لكن محاولة ان احنا نفهم هل فيه اعراض مصحبة زي الاعراض بتاع كورونا اللي هو كوفيد طويل الامد يعني هل فيها مدان شديد هل فيه تأثير على الزاكرة هل فيه تأثير على يعني التركيز والقدرة على الوضوح الزهني ولا فيه ضبابية شوية اللي بنسميه البرين فاغ يعني هل فيه حاجات تانية مصحبة ولا هي بس العرض ده بتاع انا طبيعي انا طبيعي مية في المية بس مشكلة كلها في المحسس الشم يعني ده حاجة تشمها يعني 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 يحش شمها عادي الحاجة الوحشة ما بشماش اصلا خالص ده شمها طبيعي زي يعني بشمها عادي بس مشكلة زي حاجة وعمزة الشيار مش مظموعة مش واضعة تمام زي ما بقول يعني طبعا في بعض الناس بتستمر معاهم الكوفيد بنسبة يعني تفوق التلاتين في المية من الناس ممكن بيجي لهم اللونج كوفيد دوت او الطويل الامد عادة مش بيستمر لمدة سنة لكن طبعا شفناه بيستمر حتى السنة والاكتر لكن يعني اغلب الناس بيرجع لهم ولو حتى بصورة جزئية لكن مفيش ادوية للموضوع دوت ويمكن دوت يقودنا ان احنا ممكن في الحلقة القادمة بنعمة ربنا نكون بنتكلم على يعني الكوفيد طويل الامد وايه بيحصل نتيجة ايه وكده لكن انا سعيد على الاقل ان الموضوع جه في موضوع الشم لكن التزوق اخباره ايه هو التزوق يعني هما الاثنين متهالجة يعني مش كل حاجة تزوجها ومش كل حاجة تطعمها يعني في حاجات وحاجات الشم برضو في حاجات وحاجات تمام يعني زي ما بقول لكن هل بتقل بس بطريقة متدرجة في منتهى يعني البطء يعني مثلا زي الشهر اللي فات ولا الشهر ده احسن شوية بس طبعا التقدم بطيء شوية بتاخد بتاخد كورتزون المدة تصور ايوه الكورتزون الدو احنا ما يدينا ما يكون حد عنده حساسية وحضرتك عندك حساسية نعم نعم ايوه بناء على ايه يعني يعني ايه المظاهر بتاعت الموضوع ده هل حضرتك بتعتص بسرعة عندك استجابة اسرع من العادي لأي مؤثر لأ وعطاني ابر كورتزون ابر كورتزون ومش على الابر ابر كورتزون ابر كمان ابر واحدة وعلي خد ابر واحدة واتحادتك يعني طب اثرت عملت اي حاجة ما عملش اي حاجة وبقالها ادي الحق ندي معلش تاني بقالها اسبوعين الحقيقة يعني انا معرفش ليه تاخد حقنة كورتزون انا مش شايف لها اي نوع من الاسباب ان حضرتك تاخدها لا حضرتك يعني زي ما كنت بقولك بس السؤال المحواري هل مثلا من شهر كانت اوحش من كده شوية لكن بتتقدم والتقدم ممكن يكون نسبته ضئيلة اوي تمام يعني زي ما بقول لحضرتك ان شاء الله حتى رغب من التقدم بطيء جدا عن الاول طبعا زي ما بقول في حالات بتبقى مزمنة شوية لكن يعني الوقت هيقول ان شاء الله ترجع مية في المية او ترجع حتى بنسبة لكن دي حاجة منتشرة اوي في موضوع الناس اللي بيجي لهم الموضوع اللي هو طويل الامر الواحدة دكتور بالامر مش الواحدة دكتور بالامر الكسة دي نعم يعني الكسة دي في الفانة مش الواحدة اه اه لا 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 ده زي ما بقول حضرتك يعني الناس اللي بيجي لهم طويل الامر ده ممكن يوصلوا يعني لأكتر من تلت الناس اللي بيجي لهم طبعا ممكن ما تكونش كل الأعراض موجودة عند كل الناس لكن دي واحدة من الأعراض المشهورة اللي بتيجي وكويس انه عرض واحد موجود لكن بقية الأعراض مش وحش قوي لانه يعني الصورة بس اللي قدامنا دي تبقى اخر حاجة اقولها قبل ما انه زي ما حضرتك شايف انه لما بيخش الفيروس بيدرب جزء من الطريقة اللي بيتسلل بيها ليه الجهاز العصبي اللي يمكن نتكلم عنه المرة اللي جاية احنا ما وصلناش حتى غير لسؤالين النهاردة من العشرة فالمهم يعني يمكن نكمل شوية في كوفيد انه يعني بيدرب العصب الشمي اللي هو الفاكتوري نيرف اللي هو العصب المخي الاول لانه قصير جدا المسافة زي ما حضرتكم شايفين ما بين هنا وما بين المنطقة دي فمن اكتر الحاجات اللي بتبقى يعني سريعة جدا ولما نوصل بقى ان شاء الله نعمة ربنا لو تأنى في مجيء للحلقة القادمة ممكن اتكلم اكتر عن الموضوع دو وتكلم على الاليات بتاعته لان هي شوية يعني بنكتشف قد اهمية هادي الوقت والفرق ما بينه وما بين الناس اللي بياخدوا الفاكسين والناس اللي خدوا الانفكشن قبل كده وهكذا لكن القاكم في الحلقة القادمة من برنامج الطبيب وغالبا شكلنا كده هنكمل اكتر مع كوفيد نكمل بقية الاسئلة الكتيرة اللي وصلت لحضر من هنا منكم وبشكركم على مدخلاتكم ونتقابل في الحلقة القادمة بنعمة ربنا المسيح معكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة